يبقى معنا الآن سيد علي فرحان محافظ الأنبار مرحبا بك سيد علي نبقى في سياق المؤتمر تكلمتم أن هذا المؤتمر كان ناجحا وسيعود بالكثير من الفوائد على الأنبار أبرز النقاط التي ممكن أن يستفاد منها شعب الأنبار وكذلك البنى التحتية في الأنبار نعم شكرا لك ولي قناة الفلوجة وكذلك مشاهدي قناة الفلوجة الكرام المؤتمر الاستثمار الذي عقد في الحاصمة الأردية عمان حقيقة هو المؤتمر الرابع لمحافظة الأنبار وبسبب الانتصارات كبيرة وتحرير محافظة الأنبار بشكل كامل وكذلك الاستقرار السياسي واستقرار الأمني كانت المزامن على الحكومة المحلية أن تبدأ بخطوات فعلية ومن هذه الملفات المهمة والتي لها مساس بحياة الماطين وكذلك تطوير الشاطئ الاقتصادي في المحافظة كانت زامن علينا أن نعقد هكذا مؤتمر وبفضل الله تم عقد هذا المؤتمر ومن خلال هذا المؤتمر اطلعت الشركات الأمنية على الواقع الأمني ومن خلال محاضرات أمنية للقادة الأمنيين الموجودين في المحافظة وكذلك على الفرص الاستثمارية وخصوصا أن هناك حدد كبير من الفرص الاستثمارية التي كانت نعم ما أبرز الوعود التي حصلتم عليها من سيستثمر في الأنبار أبرز الأمور التي سيجري العمل بها الأولوية لمن سيدي العزيز هناك حقيقة فرص استثمارية كانت الشركات الاستثمارية حقيقة لديها معلومات كاملة وهناك إجراءات في عدد من الفرص من هذا الاستثمار الصناعي في الشركات الصناعية الموجودة في محافظة من الشركة العامة لصناعة الزجاج وكذلك الشركة العامة لصناعة الفوسفات وكذلك أيضا في الحقول النفطية وكذلك في حقول الغاز وكذلك أيضا شركات لديها أيضا باع كبير وأيضا لديها فرصة فرص أخرى في المحافظة منها في النشاط الإسكاني وكذلك في النشاط السياحي ومن الأبرز الفرص التي ممكن المؤمل أن يبدأ العمل فيها هو استثمار فندق الأنبار السياحي وكذلك أيضا البدء باستثمار الشركات الصناعية الموجودة في المحافظة